تجري الولايات المتحدة تحقيقات في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران ليس من الواضح كيف أصبحت الوثائق علنية أو ما إذا كانت قد تعرضت للاختراق أو التسريب عمدا لكن على أي حال سنقف عندما جاء في تلك الوثائق المسربة التي حملت عنوانا لافتا سري للغاية كشفت الوثائق المسربة عن استعداد القوات الجوية الإسرائيلية لضربة على إيران عبر تجهيز الذخائر الرئيسة وإجراء تمرين ثاني على نطاق واسع بين الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر الفين واربعة وعشرين وأكدت الوثائق تدرب القوات الجوية الإسرائيلية على التعامل مع الصواريخ الباليستية في قاعدة حد سريم الجوية بالإضافة إلى تدريبات على التعامل مع صواريخ جو أرض في مطار رماد دافيد وهو موقع يرتبط عادة بتجهيز الذخائر الموجهة بدقة بالإضافة لتنفيذ تدريبات في مطار رمون للتعامل مع الصواريخ الباليستية وكذلك المسيرات كما رجحت الوثائق المسربة إجراء القوات الجوية الإسرائيلية للمرة الثانية تمريداً وازع النطاق للتدريب على التزود بالوقود جواً وعمليات البحث والإنقاذ القتالية باستخدام عدد كبير من الطائرات منها المزودة للوقود وطائرات إنذار مبكر وهو ما يشابه بحسب الوثائق المسربة للطريقة التي نفذت فيها إسرائيل دربات بعيدة المدى في اليمن في 29 سبتمبر الماضي كما أكدت الوثائق أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت بشكل سري وباستخدام المسيرات في 16 أكتوبر مراقبة سرية بعيدة المدى داخل إيران وفي أنحاء مختلفة من المنطقة